في هذا الفيديو سنتحدث عن المجال الكهربائي الناشئ على لوحة لانهائية مشحونة بشكل موحد ولماذا نقوم بهذا؟ حسناً في البداية علمنا أن المجال الكهربائي هو ثابت وهذا أمر جيد في حد ذاته ثم وهذا هو الشيء المهم أن ندرك لاحقاً عندما نتحدث عن لوحات الشحنات المتوازية في المكثف لأنه في كتب الفيزياء يذكر أن المجال هو ثابت لكن لم يتم إثباته سنثبته هنا والأساس لذلك الأساس لذلك عن طريق معرفة ما هي الشحنة الكهربائية اللانهائية في اللوحة المشحونة لنأخذ مشهد عرضي للوحة الشحنات اللانهائية لنكون بعض الحادث لنفرض أن هذا المقطع الجانبي للوحة هذه اللوحة تحتوي على كثافة الشحنة هي سيجما وما هي كثافة الشحنة؟ حسناً هذا هو كولوم لكل منطقة كولوم لكل منطقة هذه هي كثافة الشحنة هذه كل ما هي سيجما لقد قلنا أن هذا لديه شحنات موحدة وقبل دخول في الحسابات الدقيقة وإذا كنت تشاهد هذا ضمن قائمة التفاضل وتكامل قد ترغب في مراجعة شيء عن القوى الكهروستاتيكية من قائمة الفيزياء وسوف تكون على الأرجح أسهل نسبياً بالنسبة لك وإذا كنت تشاهد هذا ضمن قائمة الفيزياء ولم تطلع على قائمة التفاضل وتكامل لا يجب مشاهدة هذا الفيديو لأنك ستراه مربك على أي حال لنتابع؟ دعونا نقول مرة أخرى أن هذه لوحة لا نهائية تسير في كل اتجاه وحتى خارج من الفيديو هذا مشهد جانبي ولنفرض أن لدينا شحنة هنا مقدارها Q لنفكر إذا كان لدينا نقطة لنفرض لدينا مساحة هنا على اللوحة لنفكر ما هي تأثير المحصلة أو تأثير الكلي على هذه النقطة للشحنة لنفرض أن هذه النقطة هي على ارتفاع H من المجال على ارتفاع H من المجال لنرسم هذا هذا ارتفاع H ولنفرض أن هذه النقطة هذه النقطة في الأسفل هذه النقطة أسفل النقطة الأولى مباشرة هذه المسافة هنا هذه المسافة تساوي R في البداية ما هي المسافة بين هذا الجزء من اللوحة والنقطة للشحنة أين هذه المسافة التي رسمتها باللون الأرجواني هذه المسافة ما هي هذه المسافة باللون الأرجواني حسناً حساب المثلثات سنستخدم حساب المثلثات هذا المثلث هنا إذن يساوي الجذر التربيعي لهذا الجانب على الجذر التربيعي للوتر إذن هذا يساوي الجذر التربيعي لمربع h زائد مربع r إذن هذه المسافة بين هذه المنطقة ونقطة الشحنة لنحاول أن نفهم هذا إذا كانت هذه شحنة اختبار موجبة وهذه لوحة بشحنة موجبة القوة من هذه المنطقة على هذه الشحنة ستكون قطريا للخارج هذه ستكون لنضعها بلون آخر هذه ستكون ستسير في هذا الاتجاه أليس كذلك بما أن هذه اللوحة لا نهائية بكل الاتجاهات سيكون هناك نقطة أخرى على هذه اللوحة حيث بالضرورة ستكون على الجانب الآخر من هذه النقطة لكن القوة المحصلة لها القوة الكهروستاتيكية على نقطة شحنة ستكون هكذا وكما ترون لدينا كثافة شحنة موحدة اللوحة هي متماثلة في كل اتجاه ومركبات الـ X أو المركبات الأفقية للكوة ستضغى مع بعضها وهذا صحيح عند أي نقطة على طول هذه اللوحة إذا اخترت أي نقطة هنا نحن نبحث في المقطع الجانبي لكن إذا أخذنا مقطع علوي إذا أخذنا مقطع علوي انظر بطبيعة الحال فإن اللوحة هي خارجة من هنا وهذا حيث توجد نقطة شحنة الاختبار إذا قلنا كما تعلمون هناك هذه النقطة على اللوحة وسيكون لها بعض المكونات وهي في الأعلى تخرج من الفيديو ولكن سيكون لدينا بعض مركبات X وتأثير هذه النقطة مكون لسالب X وتلغى مع بعضها ويمكن إيجاد نقطة أخرى على اللوحة حيث تكون متعاكسة بالشكل مع X من القوى الكهروستاتيكية وستلغى وهذه طريقة للقول أن القوى المحاصلة عند هذه النقطة للشحنة ستكون فقط باتجاه الأعلى أعتقد يجب أن يكون منطقي لك حيث كل مكونات X وهي المكونات الأفقية للقوى الكهروستاتيكية كلها تلغى مع بعضها لأن النقاط اللانهائية على أي جانب لشحنة الاختبار هذه إذا كان هذا خارج الطريق على ماذا نحن بحاجة أن نركز إذن سنركز على مركبات Y للمجال الكهروستاتيكي إذن ما هي مركبات Y؟ لنفرض أن هذه النقطة هنا أنا أغير الألوان كثيرا لنقول أن هذه النقطة مرة أخرى هذا مقطع للمجال عند هذه النقطة لنفرض أن المجال يساوي E1 المجال الكهربائي يساوي E1 وسيسير في هذا الاتجاه ما هي مركبات Y؟ ما هي المركبة بالاتجاه العمودي؟ إذن ما هي مركبات Y؟ وما هو هذا؟ إذا عرفنا Theta إذا عرفنا هذه الزاوية عندها Y أو المركبة في الاتجاه العمودي هي عبارة عن المجال الكهربائي ضرب جاتا الزاوية Theta ضرب جاتا الزاوية يساوي المجاور على الوتر إذن الوتر ضرب جاتا الزاوية يساوي المجاور إذن إذا أردنا مركبة Y أو المركبة العمودي للمجال الكهربائي سنضرب عندها مقدر مجال الكهربائي ضرب جاتا الزاوية حسناً كيف نعرف Theta؟ حسناً هذه ثاتة هنا هي نفسها هنا وهذا جاء من حساب المثلثات وما هي جتة الزاوية؟ الجتة هو المجاور على الوتر وهذا من حساب المثلثات جتة الزاوية يساوي المجاور على الوتر المجاور على الوتر أي A على H عندما ننظر لهذه الزاوية ما هو المجاور على الوتر؟ هذا المجاور وهذا الوتر إذن على ماذا سنحصل؟ نحصل على عنصر الحقل الكهربائي فقط لأن هذا الجزء الصغير من اللوحة لدينا المجال الكهربائي في مركبة Y سنسمي هذا بY1 لأنها جزء صغير من اللوحة المجال الكهربائي أو مقدار أو مقدار المجال الكهربائي في هذه النقطة ضرب جتة ضرب جتة الزاوية ثيتة ويساوي المجال الكهربائي ضرب ضرب المجاور ضرب H على الوتر على الوتر إذن الوتر هو الجذر التربعي لـ R تربيع زائد H تربيع هذا جيد لنرى إذا كان بالإمكان أن نجد مقدار المجال الكهربائي ومن ثم نعود لهذا لنجد المركبة العمودية Y وعمليا لن نجد المجال الكهربائي من هذه النقطة لكن سنجد من الحلقة المحيطة بهذا دعوني أعطيكم منظور لهذا عن طريق الرسم المنظوري هذه اللوحة اللانهائية سأرسمه بالأصفر لأني رسمته أصلا بالأصفر هذه اللوحة اللانهائية تسير في كل الاتجاهات تسير في كل الاتجاهات ومن ثم لدي شحن تطفو على سطح هذه اللوحة بارتفاع قيمته H بارتفاع قيمته H وهذه النقطة هنا قد تكون هنا والآن سأرسم حلقة هنا وهذا ساوي النصف القطر حول هذه النقطة هذه هي R لنرسم حلقة لأن كل هذه النقاط ستكون بنفس المسافة حول شحنة الاختبار ليس كذلك هم بالضبط مثل هذه النقطة التي رسمتها هنا ويمكن رؤية هذه قمقطع جانبي عن الحلقة التي أرسمها هنا والآن لنجد ما هي مركبة Y أو المركبة العمودية لقوات المجال الكهربائي من هذه الحلقة على نقطة الشحنة لمعرفة هذا يجب معرفة مساحة الحلقة A واستكون مساحة الحلقة A مضروبة بكثافة الشحنة ولدينا الشحنة الكلية لهذه الحلقة ومن ثم نستخدم قانون كولوم لإيجاد القوة للمجال عند تلك النقطة ومن ثم نستخدم هذه الصيغة لإيجاد مركبة Y أعلم أنه معقد لكنه سيكون مفيد أنت تعرف أن لديك حقل كهربائي ثابت لنقوم بهذا قانون كولوم ينص في البداية لنجد أشحنة عند الحلقة Q أشحنة عند الحلقة ماذا تساوي؟ تساوي محيط الحلقة محيط الحلقة ضرب عرض الحلقة والمحيط هو 2xR 2xR وهي حلقة رفيعة رفيعة جداً أو متناهية في الصغر إذن هذه مساحة الحلقة ضرب DR ما هي الشحنة؟ إنها المساحة ضرب كثافة الشحنة ضرب Sigma هذه شحنة الحلقة وما هو المجال المتولد عن هذه الحلقة عند هذه النقطة هنا حيث توجد الشحنة حسب قانون كولوم القوة من الحلقة ستساوي ثابت كولوم ستساوي ثابت كولوم ضرب الشحنة للحلقة ضرب شحنة الاختبار ضرب شحنة الاختبار مقسومة على المسافة تربيع ما هي المسافة بين أي نقطة على الحلقة؟ وشحنة الاختبار؟ حسناً هذا قد يكون أي نقطة على الحلقة أو أي نقطة هنا هذا مثل مقطع عرضي إذن المسافة عند أي نقطة هذه المسافة هنا؟ مرة أخرى عن طريق نظرية فيثاغوروس لأن هذا أيضاً R هذه المسافة هنا هي الجذر التربيعي لمربع H تربيع زائد R تربيع هذا نفس الشيء هكذا هي المسافة التربيعية وهذا يساوي هذا يساوي K ضرب الشحنة في الحلقة ضرب شحنة الاختبار ضرب شحنة الاختبار مقسوم على المسافة التربيع حسناً والمسافة هي الجذر التربيعي لH تربيع زائد R تربيع وإذا ربعناه سيكون هذا يساوي H تربيع زائد R تربيع نتخلص من الجذر وإذا أردنا معرفة المجال الكهربائي المتولد من هذه الحلقة المجال الكهربائي هو القوة لكل شحنة لكل شحنة اختبار فإذا قسمنا كل كلا الطرفين على Q المجال الكهربائي للحلقة سيساوي ثابت القولوم K ضرب الشحنة للحلقة مقسوم على مقسوم على H مقسوم على H تربيع زائد R تربيع الآن ما هي مركبة Y؟ ما هي مركبة Y للشحنة في الحلقة؟ حسناً سيكون هذا أليس كذلك؟ لقد أوجدنا عملياً مقدار هذا المتجه لكننا نريد مركبة Y لأنه كل X تلغى مع بعض وسنضرب ذلك بجتزاوية ثيتا ومن ثم ومن ثم يكون المجال من الحلقة في اتجاه Y سيساوي المقدار للمجال ضرب الجتاء الزاوية وأوجدناه وهو H على الجذر التربيعي لمربع H تربيع زائد R تربيع وسنبسط هذا قليلاً إذن المقام يصبح ماذا؟ يصبح H تربيع زائد R تربيع للكوة ثلاثة على اثنان وما هو البسط؟ لنرى لدينا K-H وشحنة في الحلقة K-H وشحنة في الحلقة والتي أوجدناها هنا إذن هذا إثنان باي سيجما R أتأكد حتى لا أنسى شيء إثنان باي إثنان باي سيجما سيجما R ضرب DR لقد أوجدنا الآن مركبة Y في المجال الكهربائي المركبة الأفقية للمجال الكهربائي عند H من علو اللوحة ليس لكل اللوحة فقط المجال الكهربائي المتولد من الحلقة من نصف قطر R من القاعدة التي نأخذ منها هذا الارتفاع لقد استهلكت وقتا طويلا في هذا الفيديو سأعطيكم استراحة وأخذ اشتراحة أنا أيضا وسنتابع في الفيديو التالي لكن يمكن أن تتصور هذا لقد أوجدنا المجال الكهربائي المتولد من المتولد من هذه الحلقة أليس كذلك؟ والآن يمكن أن ندمج هذا عبر جميع أنحاء اللوحة يمكن أن نحل كل أنصاف أقطار الحلقات اللانهائية وصولا إلى الصفر ونعطي مجموع لكل المجالات الكهربائية ومحصلات المجال على ارتفاع H من سطح اللوحة أراكم في الفيديو التالي اشتركوا في القناة